الفترة دي كان مبررها ان الربط ما بيني كلاعب و كمدرب موجود و دي حاجة انا نفسي فاصل فيها بشكل كبير جدا يعني الناس في فترة دي كلاعب لاني لازم ابتدي من الصفر و انا بضرب الموضوع ما نفعش فيه خلط و فيه مناس كتير جدا على مستوى الاسم لعبه على مستوى عالي بتتأخر بشكل كبير جدا لانه ملعش التشيرت بتاع المدرب صح او تشيرت اللاعب ما بلبسش تشيرت المدرب يعني ربنا الرحمه يعني اعظم اسم في تاريخ الكورة ماردونة ما كانش مدرب جيد و تلعب بسطورة و يعيز بقى على كده لانه ببقى شايف ان هو لعب على سكيل عالي جدا فإيه اللي هيوضاف له على مستوى التدريب ان هو يتعلم صح و ده حاجة و ده حاجة دي شغل غير الشغل طبعا انت داخل كرير تاني خاص اي حد موجود هنا في الستوديو او اي حد برا في الشارع او اي حد في اي مكان في دماغه افكار صح ترجمة الافكار دي محتاجة علم محتاجة طول الوقت لازم تتعلم شكل كويس علشان خاطة تقدر تخرج الافكار صح مش لو كنت انا لعب كبير و انا فهم كورة او انا حسن احب بيفهم كورة بالظبط هنزل اضرب بالظبط تمام نقطة دي ديت نسابات بشكل كبير جدا ان انا و انا خارج من نادي الزمالي بعد من خط البطولة قراري ان انا عايز اشتغل في نادي جماهيري و اصراري ان انا عايز انجح في نادي جماهيري انا اول مرة اقول الكلام ده يعني ما بتكلمش فيه كتير يعني و عنده طموح كبير جدا يعني ما بشوفش ان نجحت انا ما خلص هو بحمد ربنا عليه بس انا مقتنع دايما بفكرة التجربة بمعنى التجربة ان انا بمسك نادي من اول يوم عايز افنش معاه في اخر يوم حال عشان طول الوقت اقدر اتعلم حاجة او وضيف لنفس حاجة فدي طول الوقت اللي انا مشغول به على النقطة دي فوانا موجود في نازل مالك بعد ما خلصت يعني فكرة البطولة مع الجيل المحترم اللي هو 2003 ده كان فيه لعبة كتير جدا احنا كان معانا حوالي 13 لعيف المنتخب في المنتخب مصر اول ما بدأت معاهم انا مفنش معاهم واخدين 13 لعيف المنتخب بعد ما خلصت ايه الطموح اللي ممكن يعني اعمله تاني على مسؤول قطع النشيد ما فيش حاجة خلاص دي تجربة ولازم تنتهي فانا كان معايا الاصطاف اللي هو شغال معايا دلوقتي في البلدية اللي هو عامر صبري وحسام أسامة هو الضف ليه ومحمد وايمن الطويل دول تيم انا ممكن اقول بعدين انا اخترتهم لي واخترت وهم بيشتغلوا معايا ازاي يعني ولكن الكاتب بالنسبة لهم من انا هتحرك من الزمالك يعني ازاي يعني صدمة يعني ليه تسيب زمالك تنزل الدرجة التانية صدق ومساعد اه ليه الفكرة فقلت لهم لازم اخذ تجربة مع حدي تاني فحظي انا كان عندي ثلاث اندية هشتغل فيهم كمساعد واندية كبيرة يعني مع ناس كبار رحت مع كابتن اشرف ممكن يكون اسما في الكرة مش كبير لكن ضف لي في حاجات كتيرة جدا اسم كلاعب مش كبير بس كمدرب بالضبط طبعا اه طبعا انا تكلم كلاعب يعني طبعا لكن كمدرب طبعا هو رجل ليه باع كبير جدا فاشتغلت معاه الجزء التاني كان جيل اول كابتن مجد طلبا اه اه كابتن رضا وكابتن رضا الفداوي بعد كده كابتن مجد طلبا واسماء كبيرة ومدربين كبار يعني فانا اشتغلت اه بعدهم وكانت الامور في مصر السلوم لان النادي يتكون بسرعة فالمدربين اللي كان قبل كده اتظلموا شوية في الشغل يعني ف اشتغلت والحمد لله عملنا حاجة كويسة مختلفة اه شوية ووصلنا بالنادي لحد زي ما قلتلك يعني ف سواء ما المستوى بورتو الفترة انا اشتغلتها مع كابتن اشرف او المستوى بتاع مصر السلوم كانت بالنسبة لي برضو تجربة يعني انا دبرات اه طبعا تجربة انا محتاجة انطلق منها لكن فكرة انك تبقى موجود راجل اول في الاختيار نفسه جوه بلدية المحلة يمكن على مستوى مجموئاتنا كان فيه ترحيب وانفصال على مستوى الجماهيرية فلما رحنا بلدية المحلة كان لازم بقى فيه سيناريو احنا لازم نمشي عليه او هنشتغل عليه اولها التعامل مع كل شيء حوالينا قصطف ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها وانا تعلمتها على مستوى الفترات اللي فاتت وقابلتها على المستوى الجماهيري لازم نتلاشاها في التعامل مع او الشغل جوه نادي بلدية المحلة حيو استعمت بلدية المحلة واصلا ادارة نادي بلدية المحلة الميزة برضه انه رئيس النادي رئيس نادي شاب كمان ده مشروع هو زي بيقوله ايه تحديدا لما تبقى مسؤولة انا بكلم عن رئيس النادي بقى مسؤولة عن نادي جماهيري انت عندك ضغط جماهيري طول الوقت يعني لو ناجبت احمد عبد الرعوف وصغير في السن عندهش كبرات كمدرب كبير انا واخد مخطرة كبيرة جدا فانت معرض للضغط وهو كمان معرض للضغط لا هو الاهم من كده انا رايح نادي بلدية المحلة وقارف التاريخ كويس يعني النادي بلدية المحلة عدى منه كل المداربين الكبار في مصر كمان بلا استثناء يعني بلا استثناء وكل واحد ليه تجربة خاصة بي صح النادي على فانا مهم جدا انا رايح نادي بلدية المحلة اولا انا كنت متفرج على 30 مباراة للفريق يعني انا وااخد المادة بتاعت الفريق وعشان النقطة دي عايز ابتدي بفريق هابني بيه فانت تبني فريق من 29 لعب زيادة على الاربعة والخمسة اللي قعدوا دي مشكلة تانية طبعا المشكلة المشكلة التالتة ان انا كان مهم جدا ارسم الطايتل بتاعي جوه النادي انا كمدير فني كنت الان انا بشتغل جوه نادي جماهيري ممكن الناس ما تبقاش عارفة شخصيتي كويس لان اللي بيتخطى الكصة في الشغل معايا ببعندي مشكلة معايا فطول الوقت كنت لقيت الراجل متفاهم جدا 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 لو انت انا بسيطر على كل الادوات مش بسيطر انا حدود شغلي يعني انا دايما مثلا انا معايا مدير كورا كابتن حمادة طول الوقت وانا شغال مش عايز اتخطى شغلي يعني فهم انا عايز يعني انا عايز الحتة دي يعني تبقى بتاعتي لحد يمسها وانا انا هنضط في حتة بارة مش عايز ان خطر حاجة مش عايز اصطدم بحد مش عايز عندي حاجات مالهاش لازمة او ما يبقاش بشغل بيها انت رايز الواضح انك بتركز في كل حاجة تفاصيل فنية مش عايز عندي نفسي شغل فاتول الوقت كنت بتكلم معاه في النقطة دي قلقي يعني هو اصلا الراجل يعني مقتنع جدا من النقطة دي جدا بالعكس على المستوى الانساني على المستوى الشخصي هو من ادم بعيد عن احترام من الشغل وانا وكنت دايما بقول له الكلام دا يعني ما بقولوش الناس كتير جدا انا بشتغل معهم لان انا في الشغل انا مقتنع شغل شغل خلاص يعني في النهاية العلاقات الانسانية بتتبني بناء على المواقف او الظروف اللي احنا انا وانت بنمر بيها انا لمقتنع انا احبك وانت مقتنع تتحبين لكن لما بنيجي نتعامل مع بعض المواقف والظروف بتبين انا على المستوى الانساني تعاملت مع بنادم يعني 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 دعمني نفسيا جدا على المستوى الفترات اللي انا لان هو شاب شاب عنده طموح شخصي ضغط عليه طول الوقت بيشتغل عدد ساعات كبيرة جدا فهو طول الوقت عايز يهون علي فالامور اهدى ابسط وفي نفس الوقت محترم جدا فترات الشغل اللي انا بيشتغلها يعني مثلا دخلت البلدية ممكن اقول لك تواريخ دخلت البلدية اول تبني اجليك 18-7 من 18-11 المنزلش النادي منزلش النادي تحت متمرن مع نادي بلدية المحلة 28-88 تمرينة فانا ممكن اعود اقول لك تفاصيل كتير جدا ليه علاقة بالشغل ممكن يعني تقول لي يعني يعني انت الدقة او عدد ساعات الشغل بشتغل يوميا يوميا بلسسنا من 8-9 ساعات فالشغل ليه لان انا عارف ان ارح مكان كبير ونادي كبير وفيه جمهور كبير جدا على مدارة الموسم وانت عايش تنجح انا حصل توترات رهيبة بينكم من الجماهير كتيرة جدا وعمري مرضيت ممكن تتخيل ما تتخيله ليه لان هي كلها في حدود الكورة يعني الناس يعني ما خرجتش برا الكورة اللي هو انت فاهمه وتعرضتله كمان في ناس الزمالك اللي هو هتخسر او تتعادل ماتش انت هتكسام ماتش تعرضتلها فين في الزمالك بس هي دي النقطة اللي انا بتكلم فيها انا عايشت داعب لكده يا جماعة فمش هيأثر في ده بأكتر انا في ناس الزمالك كريم انا جالي كمية مسيجات وكمية وهجوم شخصي مفهمش يعني ايه يا جماعة في يعني ايه السبب في حاجة زي انت اللي كنت بتخصير هو ايه مش ضد الفرقة كلها سعيدة انا مش مستقبل ده بس عايز اقول للناس انا مش لعيب كورة دلوقتي كمان والفترات دي يعني فيه لعيب كورة لعيب كورة كتير جدا كانوا اسماء كانوا موجودين ومع ذلك كان مرحب بيهم وعادي مفيش مشكلة خلال برضو انا مش متضرر من نقطة دي نفسيا خلاص بس انا بحكي تجربة انا مرت بيها وشفتها وعلى المستوى ان الانساني كانت ممكن تأذي بنادم تاني صح انا ممكن يبقى عندي فدتك ايجابيا فدتني ايجابيا وانا الحمد لله علاقة بربنا فدتني بشكل كبير جدا انا عصابور جدا يعني هادي جدا مقتنع جدا مش هالي في الملعب طبعا ولكن مقتنع جدا باللي بيحصل طب ايه المرحلة اللي كايت اصعب ليك مع بلدات المحلة قبل ما هنشوف المراحل الحلوة الكتير المرحلة اللي كايت صعبة اللي حسيت فيها لا دم انا كده ممكن اتحرك او ممكن حد يقولني مع السلامة او انا اقول لأنا مع السلامة طيب دي نقطة انا ممشغولش نتبغي بها خالص في ناس النقطة دي بتاخد منهم شكلي كبير جدا والعكس انا على مستوى بلدات المحلة يعني جالي تحركات ممكن على مستوى المادي وعلى مستوى الطايت الافضل بكتير جدا مفاوضات يعني من انداء اخرى طبعا ولكن دي مش نقطة انا ببصولها انا قلتلك وهفضل وانت خليك شاهد علي في النقطة دي بشكل كبير ان انا طول الوقت يعني عندك نوح كبير جدا في موضوع التجربة لان هي اللي بتضيف المدرب صح مش الست المورايات والسبع مورايات والخمس مشروع لازم مشروع يبدأ وينتح دي نقطة بتفرق معك بشكل كبير جدا صح